موسيقى 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 وجوه الأطفال في كل المدارس سأتحدث أكثر عن هذا الموضوع ولكن بداية نريد أن نعرف من حضرتك ما هو السبب وراء تغيير سياسة التقييم من الامتحان إلى المشاركة الصفية أو التقويم الصفية شكرا جزيلا على هذا المقدم وعلى هذا التغيير لعكس وجهة نظر بعض الطلاب وبعض المعلمين حتى لو في مدارس الحكومة ولكن أود أن أوضح أن وكالة الغاوط وبرنامج التربية والتعليم في السنوات السابقة كان يطلب من الطلاب من الصف الرابع حتى الصف التاسع في الدخول في امتحانات موحدة هذه الامتحانات كانت في كل المواد الدراسية ويتم تصحيحها من خلال غرفة مراقبة وغرفة كنترول وبالتالي نحن في موضوع الاختبارات جربناها بشكل كبير في العشر سنوات السابقة كما أن الامتحانات حتى من الصف الأول إلى الصف الثالث كانت اختبارات موحدة ولا زالت حتى العام السابق كانت هذه الاختبارات موحدة تحريرية نعم كتابية ولكن ولكن بنظرة متفحصة من وزارة التربية والتعليم وحتى من رئاسة التعليم في في عمان في وكالة الغوث وبعد دراسة معمقة حول هذه التجربة تجربة الاختبارات وجدنا أنها خاصة في المرحلة الابتدائية الدنيا لا تعطي صورة حقيقية عن مستوى الطالب لأنها تركز اهتمام الطالب والمعلم وولي الأمر على فترة الامتحانات فقط كما أنها تقييس قدرة الطالب على الحفظ والاستظهار طيب أستاذ فريد يعني حضرتكم يعني أبثيته هذا القرار أو نصيته عليه وأقرته في منتصف الفصل الأول بالنسبة للطلبة اختيار التوقيت بهذا الوقت هل هو مناسب بالإضافة لأنه عندكم بعض من الأليات المفروض يعني أنتم قمتم بها اللي هي أليات تدريب الكادر المعلمين كيفية التعامل مع أسليب التقييم الجديدة هل هناك من مشاريع أو أليات قمتم فيها ولماذا اخترتم هذا الوقت بالدار يعني إحنا من بداية الفصل كان يدور الحديث عن استخدام التقييم الواقعي ولكن يعني خلينا نقول أنه هذا الأمر احتاج إلى دراسة من الطواقم الفنية على مستوى برنامج التربية والتعليم تم إعداد الأدوات اللازمة لذلك قمنا بعمل قولنا للأمور بحيث أنه تأخذ الأمور طابع قانوني وتكون هناك العلاقة واضحة بين هذا النوع من التقييم الواقعي وسياسة النجاح والرسوم الموضوع لا يتعلق فقط من الصف الأول للصف الرابع فالتقييم الواقع أيضا موجود حتى من الصف الخامس إلى الصف التاسع صحيح وقمنا بإعداد كل الرزمة اللازمة لتدريب كافة العاملين في برنامج التربية والتعليم على هذا الأمر وقد أنهينا تدريب كل مدري المدارس على هذه الرزمة والمشرفين ومدراء المدارس بدأوا بتدريب المعلمين على مستوى المدارس ونحن نتحدث عن الفصل الأول سيتم تطبيق الأمر بشكل تدريجي يعني بمعنى أنه الطالب أخذ اختبار شهري ثم أخذ اختبار نصف الفصل وكل ذلك سيتم احتسابه يعني بمعنى أنه 60% من درجة الفصل الأول ستحسب بالشكل اللي تحدثنا عنه بالشكل التقليدي لاختبارات و40% سيتم احتسابها من خلال التقييم الواقعي هذا فيما يخص الفصل الأول تداركا للقرار الواقع اللي حضرتكم أوجدته صحيح ولكن في الفصل الثاني سيتم اعتماد التقييم الواقعي بالكامل حضرتك يعني أشرت إلى أنه المدارس لديها بعض من المعلومات وقمتم بتدريب مع بعض من المعلمين أو المديرين المدارس يعني أنا كنت في المدارس الوكالي كنت بجولة عليهم يعني تعديتها من مديرة إلى مديرة إلى ناظر فأنا ما تحصلت عليه هو ما أشرتم إليه من خلال اللقاء مع مديرين المدارس وكانت هاي النشرة اللي كانت عبارة عن سيدي وصلت للناظرة وهي حتى الآن لم تقم بعمل أي اجتماع مع المدرسين لتوضيح الفكرة فهي بتقولي لحتى الآن يعني إحنا ما صار معنا غير لقاء واحد من الوكالي إحنا روحنا التقينا بالمسؤولين وضحونا بعض من النقاط كمديرين في كيفية توضيح الفكرة إلى المدرسين أعدت مع أكثر من المدرس المدرس قالت لي أنا ما عنديش أي معلومة عنها ضبابية في كيفية التعامل مع الموضوع ما وصلنا عبر يعني حضرتكم في وكالة الغوث هي عبارة عن بعض من الوسيلة يعني فينا نحكيها أو نوضحها يعني كيفية التقديم أنه كيف ممكن أنه تساعد المدرس في إضاحة أو توصيل المعلومة من خلال الأعمال الورقية من خلال التقديم العرض التوضيحي معرض محاكاة أداء عملي حديث شغوي يعني يعني أحنا جمعنا هاي المعلومات لكن ضبابية التعامل يعني أنا كمدرس لما أنا سألت المعلمة قالت لي حتى في أساليب التقويم الموجودة عندنا كأوراق إحنا ما تدربناش كيف ممكن أنه إحنا نحط للطالب من أربعة على خمسة يعني لأنه كل عندكم كل جزء معين خاص في المادة له علامة معينة هذا يرجع إلى تقييم المدرس طيب المدرس حيكون عبئ عليه عبئ كبير فيه كيفية أنه يعني عنده صف بالإضافة لإزدحام الفصل يعني خلينا نحكي من أربعين إلى خمسة وأربعين طالب هل المدرس حيكون قادر على أنه يقوم هذول الأطفال بعيدا عن الأوراق الكتابية كأسئلة أنه ممكن أنه يحكيها مراعاة الفروق الفردية اللي موجودة عند الطلاب يعني إحنا بنحكي عن نسب معينة بدنا تحكي لنا في هذا الوضوع يعني عدم الوضوع سيتلاشى بشكل تدريجي نعم كما قلت هناك خطة واضحة لدى برنامج التدريب والتعليم لتدريب كافة العملين في برنامج التعليم على هذا الأمر والمدرين المدارسة اتهينا من تدريبهم وفي كثير من مدارسنا تم البدء بتدريب المدارسة بس بدي تديني يعني حسب توقعات حضرتكم كامل فترة اللي ممكن أننا احنا نخضعها للمدرس ويكون قادر على تنفيذها لألية احنا هذا تقييم واقعي بمعنى أنه يومي فيه أن يقيس واقع المعالل الطالب واقع مستوى الطالب وهذا التقييم له عدة أنواع يعني خلينا نقول أنه فيه تقييم على المستوى اليومي صحيح وفيه تقييم على المستوى المهارات وفيه هناك تقييم على المستوى الشهري النظام إدخال الدرجات وكيف يمكن احتسابها احنا فيه عندنا نظام محاوسب جاهز لاستخدامه وهو موجود في كل المدارس وفي النهاية مطلوب من المعلم إدخال درجتين فقط لهذا النظام لتخرج لكل طالب شهادة توضح مستوى في كل مادة هل سيتعامل المدارسون بنفس الشفافية والموضوعية في أثناء أداءهم لامتحانات الكتابية وإذا كان هناك خلل أنا كأم لحظت بأنه يعني أنا تدرج ابني أو بنتي خلال الأعوام الماضية كان بمستوى معين كيف ممكن أنه أنا كأم أني أتواصل معك أو أنه أنت كمدير ومسؤول في هذا الموضوع أنك تحميني من موضوع عدم الموضوعي والشفافية لدى المدارسين يعني خلينا نتكلم في بسألتين إحنا يعني لسه ما نفذنا الإشياء عشان يصير في تغيير عند ابنك في هذا الموضوع واجهته في خلال الشارع واجهت الآباء حتى من خلال حضرتك في أكثر من جلسة حصلت خلال المدارس كان بوجود الأهالي فكان التخوف الأكثر لدى الأهالي بسؤال أنا عارف مستوى ابني من خلال الاختبار اللي كان يأدمه أنا وين رايح أنتوا خلال الفصل هذا حت أدمولهم أوراق كتابية أنشطات صفية ألوان أبحاث أنا حاعملها طيب أنا في آخر الفصل حتفاجأ أنه ابني مستوى ممتاز أو نزلنا جيد نعم خليني أنا أؤكد على ما يلي ما أحترمي لكل وجهة نظر أولياء الأمور نحن في برنامج التعليم بوكالة الغوث لدينا ثقة مطلقة في المعلم ولدينا ثقة مطلقة في مدير المدرسة خاصة معلم الصوف المرحلة الدنيا الذي يعيش مع هذا الطالب بشكل يومي اسمحيني أن أقول لك أنه بيتفهم وبيتحسس ظروف هذا الطالب في كثير من الأحيان أكثر حتى من من ولي الأمر وهو أكثر قدرة على تقييم أو هذا الطفل أكثر من ولي الأمر أو غيره نحن سعداء بالشراكة مع أولياء الأمور ولكننا في النهاية نحن من هو مسؤول عن تقديم التعليم الجيد ذو الجودة وذو الكفاءة للطلاب لن نستمر في سياسة النقيس فقط ما يحفظ الطالب ولن نستمر في مسألة أنه ولي الأمر يضطر لشراء نماذج للانتحانات ويطلب من ابنه تكرار هذه النماذج عملية الاستظهار لن نستمر بها نريد أن نتأكب أن نطالب في الصفوف من الأول إلى الصف الرابع نريد أن نقيس ما يلي نريد أن نقيس ماذا يفهم هذا الطالب ماذا يدرك هذا الطالب هل هذا الطالب لديه قدرة على الاستماع الجيد هل لديه قدرة على الكتابة بشكل جيد هل لديه القدرة على القراءة بشكل جيد هل لديه القدرة على أن يحسب أن يقوم بالعمليات الحسابية المطلوبة في مستوى بشكل جيد أما أن أن يردد أو أن يحفظ ثم في اليوم التالي ينسى هذا الأمر نحن بصدد تغييره أستاذ فريد أبو عادرة فيما يخص هذا الموضوع اللي تحدث فيه يعني نحن نجل ونحترم مدرسين لأنهم بالأول والأخير هم جزء من هذا المجتمع أبائنا أمهاتنا أخواتنا جزء مننا ولكن كل إنسان ممكن أن يصيبه أن يغطط وهذا يعني طبيعة البشر لأننا نقول فيما لو أنه أنا كأم يعني واجهت مشكلة مع مدرسين ما بأنه الأسليب التقييم أنا ما كنتش ألا علم فيها ولقيت بأنه في بديش أقول ظلم عشان إحنا يعني لسه ما تعرضناش لهذا الموضوع ولكن يعني فيه اختلاف كيف ممكن أنا يعني أو من خلالكو نقول للأستاذ هذا لأنه يعني العلامة اللي أنت عطيتها لابني مش صح كيف ممكن ترقبوه بالعكس يعني الرقابة موجودة في وكات الغوط على كافة الأصعدة ولكن أنا أقول أن هذا النوع من التقييم بيعطي ولي الأمر قدرة أكبر على معرفة مستوى ابنه لأن الآن القضية أصبحت مش اختبار لنقول له الأمر أنه ابنك حصل في الاختبار على سمي المثال 80% لا الآن العملية عملية مستمرة وبيستطيع يعني نتيجة الطالب حتكون هي محصلة لنتيجته في كل يوم وبالتالي ولي الأمر بيقدر يعرف في الشهر الأول من الفصل الأول شو مستوى ابنه؟ الآلية بالضبط ثم في الفصل الثاني بيقدر يعرف مستوى هذا الطفل إذا كان هناك نوع من التحسن أو نوع من التراجع فالعملية عملية تراكمية ولن تكون فيها مفاجآت يعني لن يتفاجع ولي الأمر بأنه كان يتوقع أنه ابنه بيجيب 70% ووجده نجايب 50% لا هذه عملية مستمرة لا توجد فيها مفاجآت الطالب نفسه لن يفاجأ وإحنا في بعضها يكون عندنا حتى المعلم بيتفاجأ بمستوى الطالب بيقولك أنه أنا هذا الطالب كنت يعني بأجده كل الفصل لم يكن يشارك على الإطلاق وفجأة في الامتحان حصل على 80% هذه النوعية هذه المفاجآت لا نريدها طيب الألية اللي حيصير التعامل فيها من خلال المدرسة بتوضيح الألية للطالب إحنا معتدين على أنه كل شهر فيه امتحان يقدم بعرف من خلاله أنه ابني حصل نسبة معينة هل فيه في الأسلوب الجديد هل هيكون الأب أو العائلة عندها ورق مثبت أو من المدرسة بإضاحة النسبة اللي حصل عليها الطفل خلال الشهر الأول والشهر الثاني وهكذا صحيح لأنه ما هي أدوات التقييم الآن ليست فقط ورقة اختبار هو كراس الطالب أداة اختبار ومتابعة المعلم له حل الواجبات البيتية هي أدوات اختبار أوراق العمل هي مؤشر على التقييم النقاش اللي بدور في الفصل ومشاركة الطالب هي أداة التقييم أي إبداعات أخرى للطالب غير ما ذكرت هي أيضا أدوات للتقييم وبالتالي وهذه ستكون مسجلة ومحسوبة وكل ولي أمر بإمكانه أن يطالع على مستوى ابنه في كل هذه القضايا ليحدد بالضبط نقاط الضعف اللي بيقدر يعمل عليها مع الطالب من أجل تجاوزها وتحسينها طيب استخدام الوسائل اللي حضرتك بتشير إليها من خلال استخدام الورقيات أو تفاعل الطالب داخل الفصل من خلال المناظرة من خلال الحديث أو من خلال الاستماع أو من خلال النشاط الآخر للطفل المطالب فيه ونحن نقول على لسان الأهالي ما تناقلته الأهالي بأنه أنا تجاوزا من بعد الرابع للفصل التاسع بأنه الطفل أو الطالب مجبر أنه يعمل نشاط النشاط هذا يختلف حسب تقييم المدرس فيه مدرس معين يطالب الطالب بأنه يعمله وسيلة إضاحية مكلفة أو بحث مكلف من خلال المكتبة يعني أنا كوسيلة ممكن تتعدى من 30 إلى 50 شكل هل قادر الطالب أو الطالب بأنه يصرف على ابنه أنشطة من هذه النوع هل عندكم قرار بهذا الموضوع ولا هذا إجتهاد من المدرس نحن عندنا قرارات واضحة وعندنا نشرات واضحة بهذا الأمر نعم وأنا باستغل هذا المنبر بالضبط لأؤكد على ما يليه تفضل ليس المطلوب من أي ولي أمر أن يدفع أي مبلغ مهما كان زهيدا لشراء أي وسيلة لأي طالب في أي صف ليس المطلوب من ولي الأمر أن يقدم أي نقود للمدرسة لأي غرض لأي غرض كان من شكل واضح المدارس نحن بالعكس نحن كل يوم ندعم الطلاب والمدارس بخاصة لأكثر فقرة يعني ما بيجوز أنه في بداية الفصل نزود الطلاب بقرطاسية ثم نطلب منهم أن يشتروا وسائل تعليمية ونحن الآن نعمل إن شاء الله على تزويد الطلاب أيضا في بداية الفصل الثاني بقرطاسية ثم نطلب منهم بنفس المبلغ أو أكثر أن يقدموا تبرعات نقدية للمدارس المدارس نحن وزعنا عليهم كل الوسائل وأوراق التصوير الكافية لهم ولدى كل المدارس طابعات وآلات ناسخة كافية في كل مدارسنا بلا استثناء وإحنا زودنا المدارس كلها بمبلغ عشرين شكل لكل طالب في صندوق المدرسة للصرف منه على أي أنشطة يلزمها الطالب بمعنى إن لو أنا في عندي مدرسة فيها ألف طالب فيها عشرين ألف شكل للصرف على طلاب المدارس وبالأساس لإيجاد المواد التعلمية اللازمة إحنا أيضا سنقوم قريبا إن شاء الله بطباعة أوراق عمل خاصة لطلاب من الصف الأول للصف الرابع إحنا السنة هذه وزعنا أكثر من أربعين ألف حقيبة مدرسية لسنا في حاجة على الإطلاق لأي وسيلة أو أي متطلب يرهق أولياء الأمور أولياء الأمور لديهم الكثير وبالتالي المدرسة لا يجب أن تشكل أي عبء مالي على ولي الأمر وأنا يعني أرجو من كل ولي أمر بيطلب منه ابنه أي دفعات للمدرسة أن يتوجه بشكوى إلى مدير المنطقة التعليمية في منطقته وسنقوم باتخاذ اللازم يعني إحنا الأستاذ فريد أبو هاضرة دائما نكون سعداء بتواجدكم معنا وتفاعلكم مع تلفزيوننا وأحنا حبينا نأكد وأخذ من حضرتك أنه رسالة لكل الأهالي بأنه فيما لو طلب منكم المدارس إنجاز تحت عنوان تحت أي عنوان بوسيلة أو بمبلغ مالي بأنهم ما يتعاطوا مع هذا الموضوع بتاتاً لأنه في قرار من حضرتكم بعدم التعامل مع هذا الموضوع شكراً لك أستاذ فريد أبو هاضرة رئيس برنامج التربي والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين شكراً لك شكراً لكم الله فيك مشاهدين الكرام وبيك بنكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم على أمل اللقاء بكم وحلقة جديدة لكم من أجمل الأماني إلى اللقاء اشتركوا في القناة